ثلاثون شهراً ولبنان دون رئيس وحكومة غير قادرة إلا على تسيير ما تيسره وبدلاً من أن يحقق لبنان تقدماً ويطلق خططاً اقتصادية ومشاريع بات يسجل نقاط التراجع الواحدة والأخرى في ظل الفراغ والحرب في سوريا وغياب السياح الفراغ الرئاسي يدام 30 شهر وبالتزامن مع الفراغ شلل المؤسسات وعدم انتخاذ قرارات اقتصادية أو ميلية أو اجتماعية أدى إلى تراجع سئة المستهلك بلبنان حسب مؤشر بونج بيبلوغس بالجامعة الأمريكية لسئة المستهلك فمن إذا من قارن مع سنة 2009 التي كانت هي أفضل سنة لسئة المستهلك بلبنان والفصل الثالث من 2016 منشوف فيه تراجع بيبلوغ 65% بالمؤشر قدرة شرائية عند المستهلك وهذا عامل أساسي وهو العامل يلي فعلا تأثر من هالسنين اللي قطعت والعوامل السياسية والاقتصادية اللي بلبنان وحوالها لبنان لأنه بتنعكس بالأخير على القدرة الشرائية عند المستهلك وبطبيعة الحال معناتها الصرف عم بيصير أقل سفر أقل كماليات المشتريات اللي هي ما كتير إلى إذا بدنا نقول أهمية بيصير واحد يأجل ويقول لها بعدين فمعدل النمو في العامين 2015 و2016 بلغ 1% في حين أن الوضع السياسي المتراجع وتدعيات الأزمة السورية بين العامين 2011 و2013 أدى إلى تسجيل نمو 2.2% هل تراجع بالنمو أدى إلى خسائر اقتصادية بلغت 7 مليارات دولار بال2015 وتسع مليارات دولار بال2016 يعني اليوم اقتصاد لبنان بنهاية ال2016 مفروض يكون كان حجمه 80 مليار دولار تقريباً مش 52 مليار دولار متما نحن ننتهي سنوياً هالسنة بسبب تراكم الخسائر الاقتصادية نتيجة طباط النمو ابتداء من 2011 ولكن القصص التالية اللي هي العلاقة بالقدرة الشرائية مثل أنا هيدا ما بيقدر حدا يفرضه على أي إنسان لأنه هيدا مندخل هون بالسايكو ايكوناميكس عند الشخص اللي معاش بيصرف لأنه في عوامل بتخلي مثل ما بيقولوا نفسية بطاقات الدفع إحدى المؤشرات المهمة على تراجع القدرة الشرائية والعامل النفسي له أكبر تأثير إذا نحن تراجعنا بالقطاع الدفع الإلكتروني أكتر من 30 أو 40% بطبيعة الحال كل ياته بلحق بعضه يعني رح نكون عم نحكي بنفس النسبة يعني تراجع ما إنه واحد واثنين بمي لأ تراجع ملموس وكبير أكيد بطبيعة الحال لح تكون الكدرة الشرائية لأنه تنعكس على القطاع الدفع الإلكتروني كل ياته مرتبط ببعضه إلا أن الخسائر الاقتصادية زادت بدءا من العام 2014 مرورا بالعام 2015 وأيضا في العام 2016 وبالتالي ما يحتاجه الاقتصاد اللبناني اليوم هو صدمة إيشابية لإعادة ثقة المستهلك أنا برأيي أن انتخابات الرئاسية رح تشكلها الصدمة الإيجابية واللي رح يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية بتقدر تعطي أولوية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمالية وبالتالي سيشهد لبنان ارتفاعا بالنمو الاقتصادي قد يصل إلى 3.4% في العام 2017 القدر قدير Deutschenعيل